ما بك؟ لماذا كل هذا التوتر والقلق؟ مولاي أنا حبلة يا مولاي حبلة؟ اللعنة عليك؟ اللعنة عليك؟ ما أنت تقولين؟ خفرني يا مولاي، لم أكن أعلم بذلك منذ متى أنت تعلمين؟ منذ ثلاثة أشهر اللعنة عليك؟ وهل من في القصر يعلم بحبالك هذا؟ لا يا مولاي ولا حتى أمي اللعنة عليك؟ سيفضحك أنت بغبطنك لا أعتذر يا مولاي اللعنة عليك أيها الفاترة اللعنة عليك من مولاتي؟ ما بك يا عطبة؟ منذ عودتك وأنت مربكة؟ ما في الأمر؟ قولي سمية جارية أم الفضل سوية؟ لقد دخلت مخدع مولاي جعفر وكانت تصرق الطريقة إليه وهي خائفة أن يراها أحد اللعنة عليه وعليها موطرة كانت تجربة إليه اللعنة عليه وقت موطرة شكرا موسيقى 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 اشتركوا في القناة لقد تأخذت عليك يا صديقتي لماذا تستغربين؟ نعم فأنت صديقتي ومولاتي ما رأيك بأن أقص لك حكاية؟ حسنا سأفهم ولكن في المساء سأقص لك حكاية الفقير وأمه العجوز لا تريدين؟ إذن سأقص عليك حكاية الأمير الذي تحول إلى حجر أرى أن القتول قد تعودت عليك وأنا تعلقت بها أتذكر حين جئت إلى هنا كنت يائسة ولا تريدين شيئاً إن صحبة هذه الأرواح أفضل بكثير من صحبة البشر إنهم لا يؤذون وأنا وجدت نفسي بينهم كم أتمنى أن أقنع مثلك بالمكان الذي أنا فيه وأنا لا أريد أن أغادر هذا المكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر